من الأمور اللي يعني أنك أنت تنتبه لها وهي من موانع إطلاق قدراتك قضية الخوف من شيء ما بعض الناس يخاف يخاف من كل حاجة يخاف من أي شيء مع أنه شركة من شركات الأبحاث أثبت أثبتت أنه الإنسان نسبة الخوف اللي بمر فيه في حياته 80% منه وهمي تصوروا ماذا تقصد؟ من يوم ربنا خلقك إلى اللحظة التي أنت فيها الآن شوف كم مرة كنت خايف من شيء ما واللي كنت خايف منه كم مرة طلع أي كلام لا تخاف لذلك علي بن أبي طالب كان له قولة جميلة يقول إذا خفت من الشيء فقع فيه يعني خايف من حاجة روح أعملها خايف من السباحة خد لك كورس 3-4 أيام مرتاح بعض الناس يرسلوا يقول لي أنا أخاف من الأليفيترز هذه من المصاعد المصاعد اللي تطلع عالي وكذا أخاف عندي فوبيا منها ما ضرش أقول له نصيحتي خد لك واحد من اللي تعرفهم واطلع في المصعد ده خمسة سبع عشر مرات عشان تقضي عن الخوف تخاف من الطيرات هدلك رحلة بأي مسافة في أي طيارة لا تعيشوا في الحياة ونتوا خايفين لا تخاف إلا من الخالق من رب العالمين فقط هو الذي يستحق أن نخاف منه لأنه مآلنا له مديرك هتخاف منه ليش؟ لا رزقك بيده ولا موتك وحياتك بيده خايف منيش؟ وطول ما أنت جالس في الدنيا نظيفا طول ما أنت جالس في الدنيا تفعل ما تفعله فلا تخف فهذه أيضا من موانع إطلاق القدرات في حياتنا والخوف من شيء ما هذا الخوف من شيء ما هو اللي بيفوت عليكم فرص في الحياة خايف غير وظيفتي خايف أدخل في مشروع خايف أنقل مكان تاني خايف أسافر لا تعيشوا هذه العيشة ما تسوى والله ما تسوى إنكم تخافوا وبعد ما يصير عمركم سبعين ثمانين سنة تتذكر تقول أيام ما كان عمر عشرين وثلاثين سنة جاءتني فرص لكن خفتني أخدا ليش خفت؟ ليش خفت؟ لماذا؟ أكان حراما؟ أكان يخرق عادات تقاليد؟ فلا تخافوا ولا تجعلوا هذه الموانع ما تخليكم تطلقوا قدراتكم أسأل الله عز وجل أن تطلقوا قدراتكم وأن لا تجعلوا هذه الموانع تقف حجر عثرة أمام هذا النجاح الذي ينتظركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته